يشارك وزير الخارجية سامح شكر اليوم في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية والمنعقدة في مدينة بنجول عاصمة جاميبيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعقد القمة اليوم حتى الخامس من مايو الجاري تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدمة أوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية لإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية كما ستناقش القمة أهمية نفد قطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب اختحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا مدينة تولكورم شمال الضفة الغربية المحتلة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بقيام عدد من الأليات ترافقها جرافة عسكرية باقتحام المدينة من محورها الغربية متجهة إلى ضاحية شويكا مرورا بقرية الجاروشية أضافت أن المواجهات عنيفة اندلعت في محيط دوار الجارون القريب من ضاحية شويكا سمعت خلالها أصوات عيرة نارية كثيفة أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وشركائها تعكف على إنشاء مراكز صحية أولية ونقاط طبية إضافية في خان يونس والمنطقة الوسطى وشمال غزة بالإضافة إلى التجهيزات المسبق لإمدادات الطبية في هذه الأماكن أضافت المنظمة الأممية أنه تم إنشاء مستودع كبير تابع لها في دير البلعحة ونقلت إليها قدرا كبيرا من الإمدادات الطبية من مستودعتها في رفح نظرا إلى أنه قد يتعذر الوصول إلى مستودعة رفح مشيرة إلى أن هذه التدابير ستساعد على ضمان النقل السريع للإمدادات إلى خان يونس والمنطقة الوسطى وشمال غزة إذا ما قضت الحاجة إلى ذلك ذكرت صحيفة والستريت جورنل الأمريكية أن أسرائيل منحت حركة حماس أسبوعا للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار أو تنفيذ عملية اكتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة أضافت صحيفة والستريت جورنل أن حركة حماس تسعى للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار مع ضمانات أمريكية بأن إسرائيل ستلتزم به مشيرة إلى أن حركة حماس أعربت عن تخوفها من أن المقترح الحالي لا يزال غير واضح ويمنح إسرائيل الوقت الاستنزافي حربها على القطاع جدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المقتضى في جنوب غزة مشيرا إلى أن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين قال بلينكين في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا أن بلاده لا تدعم قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول طلب حزب العمال البريطاني بإجراء انتخابات دشريعية بعد تفوقه في المحلية من جانبه أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن الانتخابات كانت مخيبة للأمال من نسبة إلى حزبه